بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في درس طرق التحمل والأداء وصلنا عند الطريق الثالثة وهي الإجازة وتعريف الإجازة الإذن بالرواية لفظا أو كتابة لذلك صورة هذه الطريق أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري للإجازة أنواع كثيرة نقتصر على ذكر خمسة منها النوع الأول أن يجيز الشيخ معينا لمعين أن يجيز الشيخ معينا لمعين كأجزتك صحيح البخاري معين وأجزتك حدد من هو الشخص فهو أيضا معين هذه هي أن يجيز الشيخ معينا لمعين هذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة النوع الثاني أن يجيز معينا بغير معين مثل أجزتك هذا معين رواية مسموعات غير معين هذا النوع الثاني النوع الثالث أن يجيز غير معين بغير معين مثل أجزت أهل زماني غير معين غير محدد رواية مسموعاتي أيضا غير معين النوع الرابع أن يجيز بمجهول أو لمجهول كأجزتك معين كتاب السنن ولم يحدد أي كتاب من كتب السنن أو أجزت لمحمد بن خارد الدمشقي وهناك جماعة يشتركون بهذا الإسم فهو في حيز المجهول النوع الخامس الإجازة للمعدوم فإما أن تكون تبعا لموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له وإما أن تكون لمعدوم استقلالا كأجزت لمن يولد لفلان حكم هذه الطريق قال علماء النوع الأول منها النوع الأول منها وهو إجازة معين لمعين صحيح ويجوز الرواية والعمل بها أما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر وعلى كل حال التحمل والرواية بهذه الطريق تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه من نسبة لألفاظ الأداء المستخدمة مع هذه الطريق قالوا الأولى أن يقول أجاز لي فلان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة في اصطلاح المتأخرين استخدام كلمة أنبآناء الطريق الرابع من طرق التحمل وهي المناولة والمناولة نوعان النوع الأول مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان فروه عني ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه النوع الثاني مجرد عن الإجازة المناولة المجرد عن الإجازة وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي دون أن يقول له فروهي عني حكم الرواية في المناولة أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ وأما المناولة المجرد عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الفاض الأداء المستخدمة مع هذه الطريق الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجازلي إن كانت مقرونة بالإجازة قالوا ويجوز بعبارات السماع ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قش في الز Eliot لا يعني أ מחزنا تعالى أب sing أبني أعني 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 أحنيه